فرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على اختتام فعالية الأسبوع العالمي لمقاولتية الأعمال المنظمة بالجزائر وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبداللاطف رحال الوزير الأول ناذير العرباوي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كامال مولا فعالية اختتام الأسبوع العالمي لمقاولتية الأعمال جرت بحضور كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم أيضا رئيس مجلس الأمة صلاح قجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وأعضاء من الحكومة إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين التدورة تهدف إلى تحقيق تواصل مثمر بين المتعاملين وصناديق التمويل وضرورة مرافقة حاملية المشاريع وتبادل الخبرات بين المبدعين في مختلف مجالة الأعمال